موسيقى أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدموا ليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم السبت الموافق السادس من يناير 2024 برنامجنا يجتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعنامين همتي واصل جولته الأفريقية ويصل إلى كيغالي تقدم ترحب بانطمام البعث والشبيعي ومناوي وجبريل أساقفة السودان وجنوب السودان يناشدون المجتمع الدولي المساعدة في وقف الحرب الطيران الحربي يقصف تجمعات لإقواط الدعم السري قرب كبري حنتوب وإصابات قصة المدنيين تدهور كبير الأوضاع المعيشية في ولاية دارفور بعد توقف حركة الشاحنات اتساء نطاق الانتحاكات والانفلات الأمني بولاية قصة دارفور تفاصيل النشرة من راديو دبانغا في تقديمها محمد سليمان وصل الفريق محمد حمدان دوغولو قائد قوات الدعم السري إلى العاصمة الرواندية كيغالي في إطار جولة أفريقية قادته إلى كل من يوقندا أثوبيا جبوتي كينيا وجنوب أفريقيا وقرد حمدتي عقب وصوله إلى كيغالي موضحا أن زيارته تحدث لأقصى التطورات التي تشهدها بلادنا في ضوى الحرب الدائرة الآن ويعتبر حمدتي أن رواندا تمثل نموذيا مشرفا يمكننا كسودانين الاحتداء بتجربتها في تحقيق الأمن والاستقرار واستدامة السلام مؤكدا التصميم على إنحاء الحرب لصالح شعبنا ويعادة بناء بلادنا على أسس جديدة عادلة في ظل حكم ديمقراطي حقيقي رحب رئيس هذب الأمة القومي وعضو لجنة الاتصال السياسي لتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية تقدم اللواء فضل الله برمو ناصر رحب في حديث لراديو دابانغا بانضمام الحذب الشيوعي وحذب البعث إلى تنسيقية القوى الديمقراطية مؤتبرا أن الباب مفتوح أمام كل من وقع على إعلان قوى الحرية والتقيير في يناير 2019 بما في ذلك من ناوي وجبريل وقال فضل برمو ناصر وأكد اللواء فضل الله برمو ناصر أن قيادات تقدم حريص على لقاء قايدة جيش عبدالفتاح البرهان في أي مكان ولو في قايدة كرير عسكرية أو مشيا على الأقدام ويتهم برمو جهة ثالثة بأنها تقف حجر أثرة وتعمل على عرقلة اللقاء وصفها بمسمار النص مشتريطا أن يعترف المطمر الوطني المحلول ورديفته الحركة الإسلامية بالأخطاء والمساءلة والمحاسبة وأضاف رئيس هذب الأمة فضل الله برمو ناصر في هذا الخصوص لماذا عن القوة الأفرى هل هناك اتصالات من قبل سعوتهم حتى يكون التحارب سوسع وأكبر جرحة مدنية لأفر الحرب حسب الشوية السوداني حسب البحث العربي الاشتراكي وبغية المنظومات التي هي تمثل القوة السودان دعا ساقفة الكنيسة الكاثوليكية في السودان وجنوب السودان الأمم المتحدة والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج والعضاء الآخرين في المجتمع الدولي على تكسيف جهودهم لإنهاء العنف المستمر في السودان وعربان قلقهم من أن القتال الذي طال عمده قد يحدث إلى أرقلة التضامن مع شعب السودان وحث أساقفة الكنيسة الكاثوليكية الشعب على عدم الرقون لحباط وسط الصراع الذي طال عمده بل الثقة في الله الذي يتياوز كل معنا ويعطي شعورا بالأمل وحذر الأساقف الكاسوليك من أن الصراء قد يكون محاولة لأرقلة التضامن مع شعب السودان بقولهم لدينا شعور قوي بأن سلسلة الأحداث في السودان هي محاولة لأرقلة تطلعكم إلى مجتمع أفضل يعيش فيه الناس كإخوة وأخوات وصفت الدكتورة هذه حصب الله الأستاذة الجامعية ومديرة المكتب التنفيذي لمنظمة الحارسات وصفت واقع المرأة السودانية في أذمنة الحرب وما تؤعنيه من أوضاع إنسانية وصحية سيئة وقالت في مقابلة مع راديو دابنقا تبث أبر برنامج ملفات سودانية والسبت أنه كعادة الهروب النساء يسددن كلفتها وفاتورتها فهن على صدر المعاناة وهن المدبرات وموفقات لأوضاع الأمان النزبي في المحاجر والملاجئ وأشارت إلى أن تقارير المنظمات الدولية أحصت أكثر من 105 ألف يطفن في ترحالهن الحزين دون تلقي الرعاية الطبية والصحية وهن في حالة حمل وقالت إنه برقم تلك الإحصائية إلا أن العدد الأكبر بكثير مشير إلى أن المنظمات تواجه مشاكل كبيرة في التواصل وليس لديها قدرة المعرفة الأرقام الدقيقة وقالت الدكتورة حدي حصب الله في حديثها لبرنامج ملفات سودانية نساء عسل منتشرات على كل الملاجئ على المعسكرات بتاعت النزوف على داخل المدن نفسها النساء في أسوأ أوضاعهم طبعا على صدر المعاناة هو فقط الأبناء يعني ما في أبشعة من الحرب بالنسبة للأمهات بكل المعايير النساء فعلا بيشددنا كل فحد وانتقدت هذه ضعف المشاركة السياسية للنساء وقيابهن في مساء إنحاء النزاع الذي يجري حاليا بين مكونات سياسية مختلفة وقالت بكل أسف أن الجسم المتحرك حاليا في هذا الاتجاه المدني هي تنسيقية القوى المدنية تقدم وأشارت إلى تقاوس المنظمات النسوية أن الانضمام مثل هذه الأجسام وأكدت أن وجود النساء بنسبة 30% داخل الحياة التقدم ليس كافي ولا يلبي طموحات السودانيات وأضافت الدكتورة هذه حصب الله قائلة كل الناس اللي كانت بتقول لا للحرب كانت بتخون وتجرم فتقاعس ناس كثير ومن الأجسام النسوية نفسها تقاعس عن الانضمام لقسم بينادي بقوة بوقف الحرب الخطأ هذا أسفر عنه في وجود ضعيف للنساء في التقدم واللي هو سحانيا قايد الحراك الأساسي في الساخة الحاجة دي خلت أنه عمليا وجود النساء داخل الحياة التقدم هو 30% شن الطيران الحربي للجيش السوداني قرأ صباح اليوم الجمعة على تجمعات لقوات الدعم السريء بالقرب من كبري حنتوب وأكدت لجام مقاومة مدني وجود مجموعة من الإصابات بين المواطنين في حياة دباقة بالقرب من كبري حنتوب نتيجة للقصف الجوي على مدينة وات مدني وأكدت لجام مقاومة مدني أن هناك صعوبة في الوصول إلى مكان الإصابات نسبة للأوضاع الأمنية المؤقدة كما لم يتم حصر عدد الكل للإصابات أو التأكد من موجود وفيات وعلى ذات الصائد قدمت لجنة مقاومة حياة الرياض والقادسية وحنتوب حصيلة جديدة لقصف الطيران يوم الجمعة والذي استحدف حياة دباقة بصورة مباشرة وقالت لجنة المقاومة أن القصف خلف 11 القتيل من المدنيين نحسب عند الله الشهداء بينهم 6 أطفال ويشن طيران الجيش قارات متقطعة على مدينة وات مدني والمناطق المحيطة بها مزيد سقوطها تحت سيطرة قوات الدعم السريء في 18 ديسمبر الماضي تشهد ولايات دارفور بصورة عامة تدهورا في الأوضاع المعيشية وارتفاعا في أسعار السلع والخدمات بصورة كبيرة نسبة لصعوبة وصول الشاحنات إلى ولايات دارفور من بقية أسواق الشرق وشمال ووسط السودان وقال مواطن من مدينة نيالة بولا جنوب دارفور لراديو دابنغا أن الأوضاع المعيشية أصبحت صعبة جدا بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع والمواد القزائية مثل السكر والذرة وذيوت الطعام وغيرها وأشارت إلى أن الموظفين لم يصرفوا مرتباتهم حتى الآن ولفتر امتدت إلى أشهر أشهر برغم من الوعود المتكررة من المسؤولين بوزارة المالية بصرف المرتبات كما وأن استمرار القصف الجوي لطيران الجيش يضعف الحركة التجارية وقال مواطن من نيالة لراديو دابنغا تتواصل عمليات النحب والسلب والقتل خارج نطاق القانون على الطرق التي تربط زالينجي عاصم الولايات وسط دارفور ومحلتي أبطا ونيرتتي وقتل ثلاث أشخاص واتعرضت سبع شاحنات تجارية للنحب خلال تحرقها بين الأسواق التجارية المنطقة ومن بينها سوق بوتري وسوق الجمعة والسبت في قرية يوندولو وسوق الأحد في قرية تمر وأكد أحد قيادات النازحين في حديث لراديو دابنغا من زالينجي هذه المعلومات قائلا تمناه بأدت سبع أربع تجارية في داخل الأسواق وخاصة السوق بيتا كوتيري في القرية بيتا يوندولو أيضا في السوق بيتا يوم الأحد في قرية تمر تمغت لثلاث أفراد في مجمل الإزبودة وتمناه بسبع أربع تجارية وأشار أحد قيادات النازحين إلى أن طريق زالينجي جيرتتي ما زال مغلقا بعد مقتل أربع أشخاص ونحب تزع أربع تجارية ونشد المواطن قائد قوات الدعم السري في المنطقة لوقف هذه الجرائم التي تصنف كجرائم ضد الإنسانية وجرائم التطهير الإرقي وأضاف حديثه لراديو دابنغا طريق الرابط ما بين زالينجي ونيرتتي مغلق تماما بسبب الكلام ده قتل أربع أشخاص وتم نحب تسع أربع تجارية برضو بيعملوا في الأسواق ده إذن جملة الأربعات المنهوبة 16 أربع خلال هذا الأسبوع وأدد الأموات سبع أفراد قطع القياد بالحرية والتغيير والخبير القانوني إسماعيل التاج بأن اتفاق إعلان المبادئ الذي تم التوقيع عليه بين تنسيقية القوة الدموراطية المدنية تقدم وقاعدة دعم السري لا يؤسس بأي حل من الأحوال لظاهرة الإفلال من الإقاب وكشف التاج في حوار مع راديو دابنغا أن ورش حول العدالة الانتقالية ستقيمها تقدم بنهاية هذا الشهر في أطار سعيها لوضع حد لظاهرة الإفلال من الإقاب وأضاف إسماعيل التاج لراديو دابنغا في تقدم الآن هنا لتاورشة للعدالة والعدالة الانتقالية من المتوقع أن تنطلق قبل نهاية هذا الشهر وفيما يتعلق بإنصاف الضحايا جراء هذه الحرب قال إسماعيل التاج أن مسألة إنصاف الضحايا تعد معضلة كبيرة جدا لكنه أشار إلى أنه في حال وجود مفوضية أو لجنة مستقلة للعدالة الانتقالية ولديها الإمكانيات والقدرات يمكن أن تنقل السودان من مرحلة المرارات من الانتحاكات إلى وضع أفضل وقال لا بد من التأسيس لمرحلة يستطيع فيها كل متضرر يجد الإنصاف العادل وقال أنها عملية صعبة جدا وتحتاج إلى إدارة حقيقية من الشعب السوداني لإنصاف الضحايا وقال القيادة بالحرية والتقيير لراديو دابنغا في هذا القصوص هذه طبعا مع الضلاع كبيرة جدا جدا مزالة انصاف الضحايا ولكن في إطار إحنا إذا عندنا مثلا مفوضية للعدالة الانتقالية أو لجنة للعدالة الانتقالية ولجنة هي مستقلة فعلا وعندها الإمكانيات وعندها القدرات بتستطيع أن تنقل السودان من المرحلة بتاعة المرارات من الانتهاكات السابقة إلى وضع أفضل يعنيه تواصل الاستخبارات العسكرية حملة اعتقالاتها على نشاطاء المعارضة ولجان الخدمات والأحذاب السياسية المناهضة للحرب وفي هذا الإطار اتحمد لجان مقاومة أبو حجار جهة أمنية باختطاف أضو لجان المقاومة صديق محمد آدم يوم أمس من أمام منزله واقتازته إلى مكان غير معلوم حتى هذه اللحظة وأكدت لجان المقاومة أن الاستخبارات العسكرية بالفرقة 17 مشاح سينجا هي التي قامت باختطاف صديق محمد آدم حمات من أمام منزله بأبو حجار يوم أمس وحملت لجان المقاومة الاستخبارات العسكرية كامل المسؤولية عن حياته وسلامته وصحته خصوصا أنه يعاني من أمراض مذمنة وطالبت بإطلاق صراحه فورا دون قيد أو شرط تبدأ يوم الاثنين المقبل منافسات الدورة الرياضية التي تنظمها مهلية الكومة شرقي ولاية شمال دارفور تحت مسمى دورة السلام والتعايش السلم الرياضية مشاركة أشهر أندية من المنطدة وأكد رئيس اللجنة المنظمة للدورة أوض مصطفى لراديو دبانغا أن الحدف من الدورة تعزيز التراوض المجتمع وقلق الجسور للتواصل بين مكونات المحلية التي استقبلت آلاف النازهين في الفترة الماضية مشيرا إلى أن منافسات الدورة ستنطلق يوم الاثنين المقبل بعد أن تم تقسيم الأندية المشاركة إلى مجموعتين بواقع خمسة فرق في كل مجموعة الخبر الأخير في النشرة أصدرت تنسيقية لجام مقاومة الدندر توضيحات بشأن إطلاق صراحة الموتقلين من أبناء الدندر بواسطة الاستقبارات العسكرية وجه هذا الأمن العام بولاة سينار وإعتبرت التنسيقية أن الدور الذي قامت به نظارة أموم قبائل رفاعة شرق عبر ناظر أموم قبيلة رفاعة في حق هؤلاء الموتقلين هو دور اجتماعي بامتياز ينطلق من الواجب الاجتماعي للنظارة تجاه مواطن الدندر والحفاظ على نسيجه ولحمته ووحدته الاجتماعية المتماسكة وأكدت التنسيقية أنه لا علاقة للجان المقاومة أو قوة ثورة بمحلية الدندر بالنظارة بأي شكل من أشكال الانتماء وأن نظارة أموم قبائل رفاعة شرق ظلت تعمل في العديد من المواقف والمحددات على وحدة النسيج الاجتماعي بالمنطقة وهو من صميم واجباتها وأدوارها المجتمعية أعذاء المستمعين بهذا الخبر نكون قد وصلنا بكم إلى نحاية نشرة الأخبار لهذا اليوم وحتى ألتقيكم في نشرة أخرى الأخبار تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء بإراديو دابنغا وادمتم بخير